أعلم أن السكري يسمى الوباء الصامت والسكري هذا يعتبر بكثرة خاصة في المملكة العربية السعودية بحيث يوجد أكثر من أربعة ملايين مرضى سكري غير السمنة وغير ما قبل السكري فلا نستطيع مهما قمنا نحن كأطباء والدولة والقطاع الصحي أن يوفر أطباء لفحص جميع تلك المرضى فتم اعتماده لأنه أصبح مرض السكري عبئا هائلا ليس فقط على الصحة أيضا على اقتصاد المملكة العربية السعودية وكان لابد من العثور على حل ويكون حل ليس فقط فحال وليس فقط مبتكر وليس مستدام لكن يكون متاح لجميع المرضى في المملكة العربية السعودية ولا يقتصر على المرضى لديهم القدرة أن يأتوا إلى المستشفيات أو المدن الكبيرة بل لابد من توفيره في المراكز الصحية المنتشرة في المملكة واللي أهم من ذلك في العيادات الأولية طيب متى سيتم البدء في استخدام برنامج ساريا والذي يستخدم لتشخيص مرضى سكر العيون عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ولله الحمد أخذنا التصريح من هيئة الدواء والغذاء وأصبحنا أيضا هناك السحابة الآمنة للدولة لالتقاط الصور ويكون هناك حوكمة كاملة لأنها تعتبر كل صورة سرية للمريض فبدأنا بما يقال بالتجريبي لأكثر من خمسمائة مريض في القطاع الصحي ولله الحمد نجحنا وفعلا بيّن نظام ساريا ليس فقط إنه فعال ومبتكر بل له دقة عالية تفوق استشاري العيون المتواجد ولديه عدة شهادات إلى كم بالمئة تصل دقة هذا التشفيص؟ تصل الدقة وتفاجأنا جميعا إلى مئة بالمئة في المراحل المتقدمة وإلى خمسة وتسسعين بالمئة في المراحل البدائية أو المراحل الأولى